هذه أبرز العناوين مهاجم المنتخب المغربي يكافئ الرقراجي تشيلسي تصدم حكيم زياش بهذا الطلب الغير مسبوق المنتخب المغربي يواجه منتخب السودان في الرباط والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس مهاجم المنتخب المغربي يكافئ الرقراجي يمثل خط هجوم المنتخب المغربي صداعا في رأس وليد الرقراجي المدير الفني للأسود بسبب الأرقام التهديف المتوسط منذ قيادته الفنية للفريق ووجه وليد الرقراجي الدعوة إلى طريقة سدال في إطار بحثه الدائم عن مهاجمين قادرين على هز الشباك وتحسين المرضود الهجوم لأصود الأطلس وبمجرد استدعائه كافأ طريق سدالي مدربه وليد رقراجي حيث سجل هدفا لفريقه جانتا الذي انتصر على فيرسولو بـ 3-1 في الدورة البلجيكية وتزمن هذا الهدف مع عودة سدالي للمنتخب المغربي بعد أن استدعاه وليد رقراجي لمعسكا ريونيو المقبل استعدادا لمواجهة منتخب رأس الأخضر وجنوب إفريقيا ويعد طريق سدالي هدف المغرب في مباريات الملحق المؤهل للمونديال أمام الكونغو قبل أن تبعده جراحة الأربط عن كأس العالم قطر 2022 تشيلسي تصدم حكيم زياش بهذا الطلب الغير مسبوق أخبرت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي الدولي المغربي حكيم زياش بضرورة البحث عن فريق جديد من أجل الانتقال إليه خلال المركز الصيف القادم بداية عدم اعتماده عليه خلال المواسم القادمة وقررت إدارة تشيلسي تصريح لاعبها المغربي حكيم زياش بسبب مشاكله مع ملاك النادي ولا شك عرقلت انتقاله إلى بريست الجرمان في المركز الماضي دليل على تشنج العلاقة بين الطرفين وبتل الزامن على حكيم زياش البحث عن فريق جديد للانتمام له خلال المركز القادم علما أنه توصل بعروض جيدة خلال الأسابيع الماضية تجدر الإشارة أن إدارة تشيلسي أصدرت قرارا بمنع المدرب من الاعتماد على زياش في التشكلة الأساسية وهو القرار الذي فورد على المدرب السابق جراهام بوتر والمدرب الذي تبعه فرانك لامبارد المنتخب المغربي يواجه منتخب السودان في الرباط اتفاقت الجامعة الملكية المغربية لكورس القدم مع ناظرها الاتحاد السوداني على تنظيم مباراة ودية تجمع بين المنتخب السوداني الأول والمنتخب المغربي لأقل من 23 سنة واستغلت الجامعة تواجد منتخب السودان الذي يدربه الإطار الوطني بادو الزاكي بالمغرب بغرض خوض مباريات تصفية كأس أمم أفريقيا من أجل إقامة مباراة ودية للمنتخب المغربي لأقل من 23 سنة في إطار تحضيره لخوض أطوار كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 سنة التي ستقام بالمغرب هذا وسيأخذ المنتخب المغربي الأولمبي مبارتين وديةين الأولى أمام منتخب السودان والثاني أمام منتخب النجر وكلهما سيلعبان بالفريق الأول عبد الرزاق حمد الله أي شخص ينتقدني بالنسبة لدرج أضعه أمامي وأصعد إليها اعترف الدولي والمغربي ولعب اتحاد جد السعودي عبد الرزاق حمد الله بعدم اهتمامه بمنتقديها مؤكدا أنه يعمل دائما من أجل تحسين مستواها وقال حمد الله في تصريح تلفزية أي شخص ينتقدني بالنسبة لدرج أضعه أمامي وأصعد إليها وتويج اللاعب المغربي مساء أمس رفقة فريقه اتحاد جد بلقب الدورة السعودية بعد 14 عاما من الانتظار هذا ولزل عبد الرزاق حمد الله ينافس على لقب هدف دور روشنا السعودية حيث يتصدر قائمة الهدفين برصد 20 هدفا رجل أعمال أمريكي يسعى لإعادة الحارس مونير المحمدي إلى أوروبا يحاول رجل أعمال أمريكي إعادة حارس المنتخب المغربي مونير المحمدي إلى أوروبا ويلعب مونير المحمدي مع الواحدة السعودية الذي انتدبه الصيف الماضي قادما من فريق هاتايسبور وتشير التقارير القادمة من إسبانيا عن سعي فريق قادش الأسباني للتعاقد مع الحارس المغربي مونير المحمدي ويدير الفريق الإسباني الأمريكي بن هاربغا الذي يعد أحد أبرز ملاكين ذي قادش الإسباني والذي يريد أن ينتدب المحمدي وساعد المحمدي الوحدة في الموسم الحالي بالبقاء في القسم الأولى إذ يحتل المركز الثاني عشر على بعد جولة وحيدة من نهاية الدورية ويبقى العائق أمام الفريق الإسباني في انتداب المحمدي هو عقده مع الوحدة الممتد إلى غاية نهاية الموسم 2024 وارتبط المحمدي بالدور الإسباني الذي يعد بلد المنشأ والتكوين بالنسبة للحارس الثاني للمنتخب المغربي الكاف يستفز الوداد بخطوة غير متوقعة قبل النهاء أمام الأهلية أقدم الاتحاد لفريقي لكرة القدم كاف على قرار مستفز قبل المواجهة القوية بين فريق الوداد الرياضي والأهل المصرية في نهاية دورة أبطال فريقيا وقرر الكاف تعين مسؤول أمني من دولة مصر وهو محمد إبراهيم في مباراة الإياب ذلك رغم تواجد فريق مصر في نهاية ما يعني ضربا مباشرا لمبدأ تكافؤ الفرص ويتم في جول المباريات تعين المراقبين الأمنيين من دولة محيدة تفادي لأي شكوك واحتجاجات تجدر الإشارة إلى أن مباراة الدهاب بين الفريقين ستقام يوم الرابع من يونيو المقبل على أن تقام مواجهة الإياب يوم الحد عشر من نفس الشهر مزراوي يتحصل على تنقيطين جيد بعد تتوجه بلقب البوندسليغا قدم الدولي والمغربي نصير مزراوي أداء جيدا مع فريقه باير ميونيخ الألمانية الذي حسم يوم انسى السبت لقب البوندسليغا بعد الإطاحة بموظيفه كولون في الجولة الأخيرة من المسابقة وتمكن النجم المغربي من فرض وجوده في المباريات التي خضى هذا الموسم مع الفريق البفارية حيث تحصل على تنقيط سبعة بعد نهاية الدور الألمانية حسب موقع سوفا سكور المتخصص في أرقامه وإحصائية اللاعبين وقدم مزراوي مردودا قويا في المباريات التي شارك فيها رفقة باير ميونيخ حيث أشرت إحصائية سوفا سكور إلى أن الدولي المغربي لعب تسعة عشر مباراة مع بطل ألمانيا هذا الموسم وانتمكن من تسجيل هدف واحد في شباك شالكا ونجح في صناعة تسعة عشر فرصة مع فريقه طالت هذا الموسم وحسب الشبكة سوفا سكور العالمية فإن مزراوي قام بالتمانية عشر مروات ناجحة مع باير ميونيخ في الدور الألمانية وربح الستين بالمئة من الالتحامات في المباريات التي لعبها في البوندسليغا واندم مزراوي لقائمة اللاعبين العرب المتوجين بلقب الدور الألمانية بعدما فاز في موسم الأول مع باير ميونيخ حيث سبق للمغربي المهدي بن عطية أن توج مع البافاري بلقب البوندسليغا في موسمي 2014-2015 و2015-2016 والمصر محمد زيدان الذي توج بمناسبتين بلقب مع بروسيا دورتموند عامي 2011 و2012 يشار إلى أن اللاعب نصير مزراوي شارك كأساسي في مباراة أمام كولان والتي انتهت بفوز البافاري بنتجة هدفين للسفر والتي انتهت بفوز البافاري بنتجة هدفين لواحد وخرج بديلا في الدقيقة الخامسة والثمانين لزامله جمال موسيالا اشتركوا في القناة